الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعدان حفظه الله يقدم صلى الله إليكم قال رحمه الله تعالى فصل ويستحب التثليث في غير الرأس اعلم رحمك الله تعالى أن صفة الوضوء إفرادا وتعددا جاءت على صفات متنوعة والمتقرر عند العلماء أن العبادات الواردة على وجوه متنوعة تفعل على جميع وجوهها في أوقات مختلفة فثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه توضأ مرة مرة لما في صحيح البخاري من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه توضأ مرتين مرتين في كل الأعضاء لما في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن جين أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين وثبت عنه صلى الله عليه وسلم وهو الأكثر أنه توضأ ثلاثا ثلاثا لما في صحيح مسلم من حديث عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا الصفة الرابعة ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه توضأ مثلثا في بعض الأعضاء ومثنيا في بعضها لما في الصحيحين من حديث عبد الله ابن زين أنه قال أدخل يده فاستخرجها فغسلهما ثلاثا ثم أدخل يده فاستخرجها فمضمض واستنشق ثلاثا ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل وجهه ثلاثا ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين ثم ذكر التفريث في غسل الرجلين إلا أن هذا الإفراج والتعدد إن ما يقال به في غير الرأس لأننا رجحنا سابقا أن السنة في الرأس مسحة واحدة وقد ذكرت لكم دليلهم فإن قلت وأي الصفات تريدني أن أتوضأ عليها أعلى الإفراد أم التثنية أم التثليف أم التنويع بين التثليف والتثنية فنقول أي صفة تختارونها عندنا قاعدة التثليف خطأ خطأ التنويع صح لأنني قلت لكم قبل قليل أيها المسلمون تقول الله فيني أن العبادة التي وردت على وجوه متنوعة تفعل على جميعها في أوقات مختلفة فتستطيع تطبيق السنة من كل وجوهها فمثلا تتوضأ للفجر مرة مرة وللظهر مرتين مرتين وفي العصر ثلاثا ومرتين وفي المغرب هكذا فتنوع لأن هذا التنويع يجدد نشاط النفس ويحيي السنة ويحفظها من النسيان ينقش سورك ينقش ينقش أ solves